أعرب مجلس النواب عن رفضه وسيئه الكامل حيال القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر فأكد مجلس النواب في بيان له أن قرار البرلمان الأوروبي بني على حزمة من المغالطات والدعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة ولا يعكش سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إذا أحقيقة الأوضاع في مصر كما أشار مجلس النواب إلى أن هذا القرار جاء مخيبا للأمالة ومدللا على إصرار الفرلمان الأوروبي غير المبرر في استمرار نهجه الاستعلائي والوسائية تجاه مصر